أنهت البورسة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة وربح رأس المال السوقي أربعة وثلاثة من عشر مليار جنيها ليغلق عند مستوى ستمائة وأربعة وتمانين فاصل مائة وقمسة وتسعين مليار جنيها وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي أكس ثلاثين بنسبة ستة من عشر في المائة ليغلق عند مستوى تسعة ألاف وتسعمائة وستين وتسعين نقطة كما قفض مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس سبعين متساوي الأوزان بنسبة واحد وسبعة من مائة في المائة ليغلق عند مستوى الفين ومائة وتمانين وتمانين نقطة وصعد مؤشر إي جي أكس مائة متساوي الأوزان بنسبة واحد في المائة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة وتمانين وتلاتين نقطة ترجمة نانسي قنقر